جلسة الموازنة المخصصة للبحث في موضوع النفقات تحولت مع بدايتها إلى نقاش سياسي عاقب طرح وزراء حزب الله والتيار العوني قضيتين عرسال والتعيينات الأمنية اضطرح الوزير جبران باسيل قضية التعيينات فرد الوزير نهاد المشنوق بأن هذا الأمر يطرح من قبل الوزير المعني وأنا لست حاضرا بعد فيما استشهد الوزير لياسبو صعب بمقابلة للنائب وليد جملاط حول مسألة عرسال وأن هذا الأمر يعود للحكومة فرد الوزير أكرم شهيب عليه بالقول أهنئك أنك اعتبرت جملاط مرجعا وأسأت تفسير كلامه فما كان من الوزير أليس شبطيني إلا الرد أنه في حال طرح موضوع عرسال فسنطرح موضوع القلمون وهنا أرجأ الرئيس تمام سلام الحديث في هذه المواضيع إلى جلسة الخميس التي اعتبرها بعض الوزراء بأنها ستكون حامية نظرا لطرح هذه المسائل الخلافية واصفين الأجواء بغير الإيجابية خصوصا أن الوزير حسين الحاش حسن أشار إلى أنهم سيدافعون عن لبنان بوجه الإرهاب فيما أصر باسيل أبو صعب على طرح المواضيع لكن بعقلية منفتحة أما الوزير أشرف ريفي فلفت إلى أنهم سيكونون قوة احطيات للتدخل عند اللزوم ترجمة نانسي قنقر